بسم الله الرحمن الرحيم معاكم محمد حمادة الستند بروفيس اوفود هاجين دي بارتمند اوفود هاجين اندو كنترول فاكلتو فيترينا ميديسين يونيفيرستي اوفيسادات سيتي ايجيبت اهلا بكم في محاضرة جديدة بعد طول غياب محاضرة رقم 15 في سلسلة محاضرات الميت هاجين كنا بدأنا المحاضرة اللي فاتت في التيوبر كولوزيس طبعا تبع سلسلة البكتيريال ديزيزيس وكلنا اتكلمنا في البرتو اللي كان بيتكلم على الباسيجينيس واللي هي تعتبر محاضرة مهمة جدا لهذه المحاضرة يعني اللي عايز يفهم المحاضرة بتاع النهاردة لابد انه هيجيب المحاضرة السابقة اللي هي البرتوان في التيوبر كولوزيس اللي هي المحاضرة رقم 14 محاضرة النهاردة بعنوان تيوبر كولوزيس of different organs and tissues قبل ما نشوف هذه السور للتيوبر كولوزيس في ال different organs and tissues بنتكلم الاول على minimum infectious dose واللي هي بتختلف على حسب root of infection فبنجد اني oral root بيختلف طبعا عن aerosols يعني oral root يختلف عن respiratory root فطبعا الاسهل لان ال disease أصلا توبر كولوز هو عبارة عن respiratory disease فالاسهل واللي بيعمل infection أسرع هو الايه؟ هو ال aerosols فبنجد اني one to five بصل لاي كان cause infection عن طريق الارosols ماشي؟ via ايه؟ aerosols بينما الاoral root لا ده عايز من ten to twenty million بصل لاي will required to infect via الاoral root بالنسبة لل incubation period بالنسبة للتيبي طبعا بتبقى طويلة شوية فالsymptoms في البوفاين توبر كولوزيس بتاخد شهور months to develop in cattle ولما تحدث الانفكشن ممكن تعود الانفكشن dormant for years ممكن and to reactivate نتيجة the stress أو نتيجة the old age أو different factors ودي بدأت تظهر مرة ايه؟ مرة تانية طيب عندنا هنا نقطة مهمة جدا ازاي بعمل detection للتيبي في الكتل والأخر الانيميلز دي مهمة جدا ازاي بعرف ان فيه تيبي ولا ما فيش طيب قبل ما نخش في النقطة دي برضو بنفتكر هذا الرجل العملاق اللي بيسموه father of modern bacteriology اللي هو روبرت كوخ الدكتور روبرت كوخ ده اللي هو discovered التيبي في 1992 1992 وادهنا بقى الحرية بعد كده ان احنا نعمل detection للتيبي او الصور للتيبي المختلفة عن طريق لاما الهيستوري اللي بناخده عن الانيميل لاما الكلينيكال فايندينج اللي انا بشوفها على الحيوان او استخدام التيوبر clean skin test او انت عن طريق لأبطوار ايه؟ لأبطوار meet inspection وده دورنا الاساسي اللي هو الأبطوار meet inspection بنأكد الكلام ده بايه؟ definitive morphological appearance بتاع الباصل لاي لأما بالبيو chemical test الخاصة بهذه الباصل لاي او بالمولوكولر biological techniques باستخدام البي سي ار بكل بساطة اللي يهمنا زي ما احنا قلنا الابطوار فايندينج لكن هناخد فكرة بسيطة جدا عن الهيستوري ان الهيستوري اي حان طبعا بيجيلي للمزرعة وهيدخل فيه الفودي تشين لابد ان يكون معاه حاجة اسمها الفودي تشين declaration information او نقدر نقول الفودي تشين information الفودي تشين information اللي عبارة عن ايه عبارة عن document بيجي مع الحقيوان للمزر للاسلوطر هاوس تمام لان هذا الحقيوان هيدخل بعد كده في الفودي تشين فلازم يكون معاه هذا الايه هذا التقرير او هذا document بيشمل او بيجتمل على ايه بيجتمل على حالة المزرعة الصحية اللي هي بيجتمل على الدراج الدراج وزيدر وال بيريوت يعني اخر مرة خد فيها ادوية انت والوزيدر وال بيريوت خلصت ورمي خلصتش تمام النقطة اللي بعد كده اللي هو حالة الحيوان الصحية نفسه الحيوان نفسه بقى الصحية كل دول بيبقوا في ايه بيبقوا من خلال حاجة اسمها الفودي تشين وده مساء بسيط لهذه لهذه الدكومنت اللي بتيجي مع الحيوان يبقى دي حاجة وهكذا طيب النقطة التانية اللي هي اللي بشوفها على الحيوان نفسه وده بشوفها في اللارج فالتيبي طبعا زي ما احنا عارفين هو تمام في الكاتل مثلا كمان ممكن يبقى كده لكن هو اصله هو ويؤدي طبعا للصور اللي احنا شايفينها كده في الحيوان لانه في في الـ Early Infection ممكن تبقى Asymptomatic ما تبقىش ظهرة يعني ولا واضحة أما في Late Stages بقى بيبقى في Progressive Immacuation زي ما احنا شايفين كده ممكن نلاقي Fever بس بتبقى Low Grade في Actuating Fever ممكن نلاقي Weakness ممكن نلاقي Inhabitance برضو في الحيوان إذا كان بقى هذا الدزيز Involve البلمونيري أو Respiratory System بلاقي Moist Cuff واللي بتبقى هذا القف بتبقى Worse في المورنينج وأثناء Cold Wizard وأثناء Exercise وممكن نلاقي Discipnea Discipnea أو اللي هي Difficulty In Breathing صعوبة في عملية التنفس طب لو راحت لللمفنود ودي طبعا من أشهر الأماكن اللي بيرح لها للتيبي بلاقي ان المفنود بتبقى ان enlarged وممكن ان هي Raptured ودrain تنزل اللي فيها يعني ممكن تبقى برضو لو المفنود greatly enlarged ممكن تعمل Obstruction للblood visils ممكن تعمل Obstruction للairways ممكن تعمل Distruction للdigestive tract إذا كان الدزيز Involved DILGIT أو Digestive System بلاقي في Intermittent الزرية وممكن ألاقي في Conestimation وممكن برضو من ضمن الأشكال اللي موجود فيها التيبي ان هي بقى موجود في صورة abscesses في صورة abscesses هذه abscesses إما ان هي تكون isolated في المفنود مثلا أو في أماكن معينة ووقفة على كده without symptoms for several yields أو ان هي تكون disseminated abscesses with rapid course دي بعض اللي انت بتشوفها على الحياة من برا وبيتساعدك في ان تعمل لالتيبي أيضا من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بتستخدم في الكشف عن وجود التيبي هو ال تيوبركيلين سكين تيست تيوبركيلين سكين تيست وهذا التيست بنستخدم في البوفاين تيوبركيلين اللي هو البي بي دي الساي اللي هو عبارة عن البي بي دي يعني يعني بيروفايد بروتين بروتين دريفاتيف اللي هو الانتج اللي انا بحقنه جوه جوه الحيوان بوفاين تيوبركيلين بي بي دي الساي اللي بستخدم فيه البي روفايد بروتين دريفاتيف ده بيتم ازاي بكل بساطة بي نستخدم فيه 8 يوبركلين بريباريشنز 4 منهم undiluted و 4 diluted وكل حيوان يتحقن في 4 أربعة سايتس 4 أربعة سايتس يبقى 4 مناطق أو 4 أماكن يحقن فيهم في النحيات دي من النك مرة وفي النحية التانية مرة يبقى كلهم 8 أربعة ناحيات دي وأربعة ناحيات دي المسافة بين كل إنجيكشن والأخرى تبقى حوالي من 10 إلى 12 صنطي من 10 إلى 12 صنطي بين كل إنجيكشن والأخرى وده طبعاً لحظة زي ما أنت شايف كده لما بتطلع النتيجة بزي ما أنت شايف كده معناها أنه فيه إيه؟ أنه فيه تي بي فهذا التست بيسموه إيه؟ توبركلين سكن تست وبيستخدم في وجود التي بي أو عدم إيه؟ أو عدم وجوده نجي بقى للنقطة الأساسية بتاع المحاضرة بتاعتنا وهو الأباطوار ميت إنسبيكشن الأباطوار ميت إنسبيكشن للتي بي واللي العلامة الأساسية بتاعته والهول مارك ليجون بتاعت تي بي أصلاً هو وجود الجرانيلوم وجود الإيه؟ الجرانيلوم يبقى أنا قبل ما بتكلم على أي حاجة في أي أورجن أو في أي تيشو لازم أتكلم الأول على الجرانيلوم والجرانيلومة بتبقى بروتيكتف وباسوجينيك بتبقى بروتيكتف وباسوجينيك يعني هي علامة لوجود الدزيز وفي نفس الوقت هي علامة على الحماية ضد الدزيز إزاي؟ بتبقى باسوجينيك إزاي؟ إن أنا بلاقي دايب هذه الجرانيلومة بتبقى عبارة عن سنترالزوم من كيزياس نكروزيس محاط بإيه؟ محاط ببيل ثن فيبرس كابسول بيل ثن فيبرس إيه؟ كابسول بيل ثن فيبرس كابسول والسنتر عبارة عن إيه؟ عبارة عن كيزياس نكروزيس طبعا دي موجودة في اللينفنود ودي موجودة في اللانجتيشو إبقى ده مسائل على اللينفنود وده مسائل على التشو والجرانيلومة قلنا إيه؟ الهول ماركت تعليش وقلنا إن هي ممكن تبقى بروتيكتف أو باسوجينيك أعرفنا يعني إيه باسوجينيك؟ طب بروتيكتف إزاي؟ لأن الجرانيلومة نفسها الجرانيلومة نفسها هي عبارة عن أجريجيس من الماكروفيجيس والإميون سيلز وفي نفس الوقت ووجودها معناه إن فيه ساكسس في الكنترول على الدزيز اللي هو البوفاينت يوبر كولوزيس عن طريق إن أنا إيه؟ عن طريق إن هذه الجرانيلومة بالتكوينات اللي بتكون فيها دي بتعمل بريفينشا للديسيمنيشا الجرانيلومة الجرانيلومة مش حصرية على التبي ولكن هي العلامة المميزة للتبي أ ولكنها مش حصرية على التبي ممكن تبقى نتيجة ريسبونس لأزر استيميولاي سواء كانت الأزر استيميولاي دي بكتيريال أو فانجل أو بروتوزول أو حتى فورين بودي أوريجين هذه الجرانيلومة أو بيسموها أيضا التيوبركل أينما وجدت فهي موجودة حيث توجد البكتيريا يعني فورميشن أو جرانيلومة أو التيوبركل وير بكتيريا هاف لوكولايز فزكاة البكتيريا موجودة في التشو فتلاقي تيوبركل موجودة وتعمل ديستركشن للتشو موجودة مثلا في لنج أو البنين كما بتاع اللنج تلاقي انتايرلي مثلا ممكن عصابين مثال انتايرلي ريبليس التشو نفسه بتاع اللنج بفاريابل سايزد كوالليزنج إيه ريزد بيل نديولز كمان بنجد إن الجرانيلومة بتبقى دايما لونها بيبقى دايما يلوش والحالة بتاعيتها لإما تكون كيزيس لإما تكون كيزيو كالسيريس أو لإما تكون كالسيفايد الجرانيلومة بتبقى زي ما احنا قلنا إيه إنكابسيوليتد أوفن إنكابسيوليتد تمام تمام ممكن أيضا من الأماكن المشهور جدا وجود الجرانيلومة فيها هو اللينفنون ولها دايما شكلين في اللينفنون لإما تبقى موجودة في صورة active lesion في اللينفنود وفي الحالة دي بيقى فيها إيه بيبقى لها red periphery red periphery مع كيزيس ماس في السنتر يعني تلاقي السنتر إيه تلاقي السنتر عبارة عن كيزيس ماس بس حواليها إيه حواليها red periphery يمكن بتمثلها شوية الصورة الإيه الأولى دي إنه لقي كيزيس وحواليها إيه حواليها red periphery دي الأكتف دي الأيه دي الأكتف أما الصورة الثانية للليمفنود lesion إنه بتبقى اللينفنود inactive lesion اللي بيقى دخلنا بقى في مرحلة إيه الكالسيفيكيشن والإنكابسيوليشن كالسيفايد وإنكابسولايد كالسيفايد وإنكابسولايد خلاص ويقفت على كده دي بتبقى inactive a lesion أما لن يبقى فيها red periphery وكيزيس فلوس لأ ده هنا في الحالة دي بتعتبر إيه active lesion طبعا في الكاتل التي بي بتبقى موجودة في أماكن كتير جدا أول أماكن فيها اللينفنود زي ما احنا شايفين جاء دي دي ديفرنت فورمز من الإيه من اللينفنود سواء كان retrofaryngeal أو tracheobronchial أو mediastinal وكلهم فيهم إيه فيهم الليجون بأشكال مختلفة ماشي وخصوصا في منطقة الهيد والثوركس أيضا بتبقى موجودة التيوبركلز عموما التيوبركلز عموما موجودة في different organs ممكن تبقى موجودة في lung في spleen في liver في surfaces of the body cavities زي البلورة والبروتينية أيضا موجودة في ثاني موجودة في different organs يعني ممكن تبقى disseminated cases منتشرة في أماكن كتير بتبقى عبارة عن multiple small granulomas في different organs في different organs kidney liver lung غير وغير وغير بلورة بروتينية موحك ممكن تبقى موجودة أيضا في female genitalia ولكنها rare في male genitalia في male genitalia فموجودة عندي في uterus مثلا زي عموما شايفين الصورة دي كده أيضا الlesion ممكن تبقى موجودة في الادر وفي حالة الادر الادر بيبقى firm and enlarged firm and enlarged لو موجودة فين في الادر كذلك بتبقى الlesion موجودة في meninges ممكن تبقى موجودة في bone marrow ممكن تبقى موجودة في bone marrow ممكن تبقى موجودة في joints كل دي أماكن لوجود different lesions في الكتل نجي للسؤال المختلفة في different organs وطبعا من أهم هذه organs lung والصورة الأولى زي ما عرفنا في محاضرة رقم 14 14 lecture number 14 دي كانت أول في الباسوجينيس من خلالها هتفهم كل رحنا بنقوله دروقتي فكان أول فورما عندنا اللي هو primary infection يعني ايه يعني isolated encapsulated and calcified lesion ماشي ومعها associated positive وغالبا ما بتبقى البرون كان lymph node زي ما شافينا الصورة في tissue واللي lymph node اللي associated lymph node ده الفورم الأول الفورم الثاني اللي هو acute miller b وده دايما مدام acute miller b بقى generalization يبقى في hemotogenous sprit يبقى في lymph node positive وده له شكلين لإما لو early generalization ألاقي wide spread milled side even distributed same age and size plus signs of inflammation وhybrid وأنا قلتلك مش هنقعد نفسر في الكلام ده تاني اللي احنا فصلناه واتكلمني عنه باستفادة في محاضرة السابقة اللي هي 14 lecture اللي هي بتتكلم على الباثوجينيز الفورم التاني للميلياري وهو late generalization نفس الصورة تقريبا ولكن الليجون بتبقى فيها causiation وكالسيفيكيشن وبتبقى interspersed with blood spots or hemorrhage واللمفنود بتبقى طبعا involved وهو بتبقى لها شكل مميز اللي هي stilted causiation اللي هي بتبقى radiating or marbled a appearance interspersed with blood interspersed with blood الفورم التالت من الفورمز الموجودة في lung tissue انه بينتقل في داخل الارجن نفسه في داخل الارجن نفسه عن طريق الموجودة في الارجن نفسه فتنتقل الارجن مثلا من موجودة الى ان هي تنتشف العضو كله ولكن عن طريق الارجن لمحتاج المفاتق ولا محتاج والكرام ده كله ولذلك المفنود دين ايه نيجاتي المفنود دين ايه نيجاتي أو بسموه لانج ونعرف ليد الوقت وعرفنا قبل كده في الباص من خلال من خلال بري اكزيستنج شانل بلاء سكاترد كيزيس فكاي أو فاريس سايز انفول الاسين اف وان او بوث لانج وبعد كده الليجن دروب فروم زالانج فورم ايه فورم الكافيت او فورم الكافيتيشنز وطبعا في الحالة دي الليمف نود زي ما احنا قلنا بتبقى نيجاتيف ولو بوزيتف الليمف نود مع حالة زي كده لو فيه ليمف نود بوزيتف فهي بتبقى نتيجة برايمر انفكشن وليس نتيجة الكورونيك اس نود راتي بي نفسه تمام الفورم اللي بعد كده اللي هو الكازيس نمون دي نتيجة بقى بريك داون فور يعني يعني ديزيز فضل كامل ودورمنت الفترة معينة ونتيجة ظروف معينة و ديكريس في الاميونيتي والسترس وكلام ده كله حصل بريك داون حصل بيقول مناعة نزلت خالص فهنا في الحال دي بلاقي بلاقي هذا الكازيس تبقى انترسبرس دوز بلاد انترسبرس دوز بلاد سبوت رزلت فروم كو اللي سنس كو اللي سنس اف ايه سمول ايه سمول وانز يعني مناطق صغيرة اتحالت مع بعضها وعملت ايه لارج مكروس كو بلاد سبوت زي ما احنا شايفين كده في الصور اهو انترسبرس ودو كل ده كل ده كازيشا وكازيشا بيبقى كبير او بهذا الشكل ايضا واللينف طبعا اللينف طبعا في الحالة دي بتبقى ايه بتبقى بزيتف الفورم رقم خمسة من الفورم انه يبقى related للشانل الموجودة في الاسبارات السيست او في اللانج اللي هي دايما بتبقى البرونكيول واللارينيكس والحاجات دي فبتعمل اللي الفورم اللي اسمه ايه تيوبركلاس تراكايتس and لارينجايتس يعني اللي هي بتبقى موجودة في التراكية موجودة في اللارينيكس والمنطقة دي طبعا عند منطقة على طول ايه فيها حركة على طول لان الهوى داخل خارج فيها فبيحصل قبل التيوبركس و التالي التيوبركس ماتيريل هنا ما بتعود ما فيش نوديولز مفيش نوديولز الجرانون هما ما بتلحق ش تقعد ل Akhen الهوى داخل في الخارج على طول و بيحصل ايه بيحصل قابل التيوبركس وتسيب مكانها ايه كانت فبيباش في نوديولز أكتر منها الس ولذلك بيبقى السيgan apply ده بالنسبة للنج جنب اللنج على طول البلورة البلورة طبعا لها جزئين لها برايتل ولها إيه ولها فيسرل الفيسرل اللي هو بيبقى إيه سيرفس الجزء الفيسرل بتاعه بيبقى لازق على اللنج أما البرايتل بيبقى لازق على إيه على الأذر إيه على الأذر تشوف لا جزئين دايما جزء فيسرل وجزء إيه وجزء برايتل هولاد طبعا البلورة بيجي لها الانفكشن منين لإما بيجي لها من نتيجة الجوار مع اللنج على طول فتأخذ الانفكشن من اللنج أو من اللنج أو يحصل رابتشار لليجون موجودة في اللنج أو في اللنفونوتز بتاعة اللنج تمام وهذه الرابتشار لليجون تنزل للسوركس وبتالي تصيب إيه البلورة أو عن طريق الليمفاتيكس جاية من البروتينيام عن طريق الدايفرام دايفرام اهو ماشي وعند هنا فوق إيه فوق البروتينيام الموجودة في ممكن تيجي من إيه تيجي من من الابدومن عن طريق إيه الليمفاتيكس الموجودة في عن طريق الدايفرام توصل إيه توصل إيه توصل للبلورة طيب الفورمز الموجودة في البلورة ممكن تبقى في صورة كورونيك جنراليزيشن يحصل chronic generalization اللي هو بيسموه protracted TB هنا بتبقى الصورة ازاي بتبقى soft reddish velvety granulation على visceral أو barital surface أو litten أو both بلاقي ايضا ان lesions coales forming large caseus masses زي ما اشافي كده large caseus بتعمل لي حاجة اسمها grapes disease أو pearl disease تمام ان lesions coales وتكون ايه زي عنائد كده او grapes لما ريجي نفتح في هذه lesions بلاقي caseation وcansification بلاقي market sickening في البلورة طبعا في الكاتل don't penetrate البلورة بينما big ممكن ان هي تعمل penetration لصب بلورة الفورم التاني من الفورم اللي موجودة في البلورة ان هيحصل حاجة اسمها caseus بلوريزي والcaseus بلوريزي عشان تحصل لابد ان يكون اللانجزاتها فيها severe tuberculous pneumonia يجي منها ينتقل البلورة فهو عبارة عن acute form of tuberculous بلوريزي وده بيحدث اسناء late generalization والlate generalization يعني خلاص العملية فيها generalization والليمفينود involved والكلام ده كله بلاقي market sickening في البلورة بتبقى حوالي 2.5 cm or more وبلاقي طبعا dry caseus mass dry caseus mass interspersed with blood والليمفينود positive وزي ما احنا شايفين كده اهو زي ما احنا شايف tuberculous pleuritis لاقي areas من اللانج adhered للبريتال ايه adhered للبريتال باللورة لان دي اللانج دي الريبسة هين فليلازق الاجزاء من اللانج اللي لازقة فيه الريبس دي دي البريتال باللورة لكن الفيسرال بتبقى على على اللانج ذاتها على اللانج نفسها اهو زي ما احنا شايفين مدام في ريبس وفي ليجينز يبقى احنا كده فين احنا كده في منطقة الايه في منطقة البلورة لكن لو فوق هنا هنخش في منطقة البروتينيام واللي هنشوفها حالا وهو الجزء التالت اللي ممكن لحسن فيه انفيكشن اللي هو الايه البروتينيام البروتينيام الحدوث التي بي فيها يعني اقل شوية less common زين التي بي في البلورة طبعا بتفرق بتعرف ازاي انت طبعا هنا الريبس وهنا اجزاء من اللانج هين لازقة في الودي نودي ودي جريبس هين موجود ده يبقى ايه ده يبقى السوركس ده يبقى ليه السوركس هنا فوق كده ده طبعا فوقه بيبقى منطقة الايه منطقة البروتينية منطقة البروتينية فيبقى الليجون عبارة عن البروتينية may be infected طبعا البروتينية ممكن يبقى انفكتد من اين ممكن من كونجينتال تي بي يبقى فيه عندي كونجينتال تي بي في الكاف والليجون extract from the liver لان الليجون ا Sanskrit from the liver لان ال supplying البروتنية وخلاص يداكن جيني تالتي bulgey ممكن يحدث ايضا ايضاج من البلورة البلورة هي جنب مين جنب البروتنيمه هي في فيفصل ايضاج من البلورة من خلال الليمفاتكس بتاعت alors بتاعت الدايفرا من خلال الليمفاتكس عند طريق الدايفرا انتقل باللمفاتكس من البروتنة طيب ممكن تيجي من تاني ممكن تيجي من البروتينية وتصاب من ال GIT الجي اي تي كسكندري امفكشن من الريسبيراتوري يوصل الليجون للايه للميزينتريكليمفنودز ومن الميزينتريكليمفنودز الى الى البروتيني الى البروتيني طيب من ضمن برضه الاجزاء اللي ممكن تصابه اللي هو الهارت وخصوصا البريكار دي وده طبعا يعني ممكن يحدث سلوء امفكشن لاما عن طريق دايكستينشن من اه ممكن يحدث اكستينشن اكستينشن من من التوبيركليس بلوريزي تصيب باريكارديم تصيب باريكارديم الاو البريكارديم بالتحديد لما يتصاب يبقى ريد فيلفيتي باتشز تندتو بكم كيزيس اند انكازنز زي هارت في جرانيوليشن ايه تيشو يعني ممكن يبدأ في الاول ريد فيلفيتي باتشز وممكن يعمل كيزيس يتحول لكيزيس ويعمل انكازنج لهارت كله الصورة بالإيه؟ بالanja탄ylation. إيه؟ بال discontinouch sareіш. لكن نادرا ما يحدث الانفكشن في الاندوكارديم أو المايوكارديم. وده يعانيش يعاني كي أنا جايب الصورة بتاعتق wipes؟ النادر يعني يعني ده ممكن تكون قريبة قريبة شوية نيبقى في عند Ziul هارتر واخر بيتصاب طيب الليفر من اشهر الارجنز اللي ممكن تتصاب وده دايما مدام الليفر متصاب يبقى لا اما في عندي تي بي في اللنغ او تي بي في الجي اي تي يتصاب منين الليفر الليفر may be infected through اما كونجينتال تي بي وبالتالي يحدث direct infection عن طريق الامبلكة الايه الامبلكة الفين او ممكن يحدث عن طريق primary intestinal تي بي ان يبقى في عندي primary intestinal تي بي يعني فيه تي بي في الجي اي تي وبالتالي هنا الانفكشن تحدث عن طريق الportal lymphnode اللي هي receive لأفرنت لينفاتك من الايه من الديودين ان الportal lymphnode اصلا بيجي لها افرنت طبيعي من الايه من الديودين وبالتالي بتجي الاصابة طبيعية خالص في حالة لما يكون فيه primary intestinal tb طيب ممكن secondary infection من الانتستن secondary infection من الانتستن ان الانتستن ما تبقىش مصابة ولا حاجة ولكن هي اصلا بيحصل swallowing لماثف دوزز من اللنج توصل الميزنتريك ثم الى portal vein ثم الى liver secondary extension من الان يحصل ممكن يحدث ايضا second extension من التي بي الموجود في البروتينية يبقى اذا انا عندي البروتينية متصابة تصيب ال liver نتيجة ان البروتينية متصابة طيب لما يحصل secondary infection من البروتينية تروح للانتستن او الميزنتريك ايه ممكن يحدث secondary infection من البروتينية ممكن من الانتستن وممكن من الايه من الميزنتريك لينف نود ممكن الميزنتريك ايه لينف نود ايضا ممكن يجي للليفر عن طريق الدم يعني هيميتوجيناس اسبريد هيميتوجيناس ايه هيميتوجيناس اسبريد وده كتير جدا بيحدث طيب اشكال الموجودة في الليفر لا اما يبقى الليفر في حجام صغيرة ومنتشرة بكسرة يعني دي بقى diffuse hepatic involvement وده انسين الونج وز البلمونري فورمز وايضا مع الميلياري تيوبات كولوزيز تلاقي في ايه حجام صغيرة ومنتشرة بكسرة same size same age كده من المنظر ده ده الفورم الاكثر شيوعا الاكثر ايه شيوعا المستقوم او second form ان يبقى في عندي نفس الطريقة ولكن الاعداد قليلة ومش diffuse دي بنسميها ايه بنسميها جرانيولوميتس هباتايتس جرانيولوميتس هباتايتس بلاقي ايه مالتي فوق الكورونيج جرانيولوميتس هباتايتس في الايه في الكاو ان انا لاقي ايه ان انا لاقي هذا الفورم اللي هو الايه او ممكن يبقى بس بهذا الشكل بهذا الايه بهذا الشكل يبقى في عندي جرانيولوميز ولكن مش زي ده مش uniform distributed same age same size لا اختلفة العدد قليل شوية الحجمة اكبر شوية دي بنسميها ايه second form او الفورم التالت ان يبقى بقى عندي ايه حاجة كبيرة واحدة بس وكبيرة جدا اللي هي بتبقى ده rare قوي يعني ولك much rare وديا بسموها فوكل او لوكل تيوبركولوما او ابسز لا اما فوكل او لوكل تيوبركولوما او ابسز تيوبركولوما او ابسز دي تربط تيوبركولوما هي او ابسز والاثنين بيبقوا من الفورمز اللي موجودة في الايه في الليبر وده يعني rare شوية عن الفورمز الاخرى ده بالنسبة للايه للليبر طيب بالنسبة لسبلين لو موجود لسبلين متصاب في القاف فدايما الاصابة بتبقى موجودة في السبستانس ليه لانه مدام مدام موجود في الاصابة السبستانس is more commonly infected than surface than is than surface and the usual indicated congenital infection ومعنى وجود التي بي في السبستانس بتاعت الكاف يبقى جاي من الام يبقى الام مصابة ونقلت الديزيز للايه ونقلت الديزيز الكاف اما في الادلت كاف نجد العكس تلاقي الليجون وبقى جاية دايما كاكاكستينشان من ال تي بيركالس بروتولايتز او من البروتينية تمام يبقى دايما في ليه في السيرفس طيب لو حدست في السبستانس معناها ان فيه متوجينس روت وده رير جدا ليه رير جدا لان عبان ما يحدث generalization ويوصل للسبرين اصلا يكون حوامات يعني صعب جدا ان توصل ولكن ممكن تحدث لان لاني is very rare because generalization from lung lesion causes this before developing spleen a spleen lesion طيب لو في لو في cronic lesion موجودة في substance في ال adult cattle لو موجودة cronic lesion في substance بتاع ال adult cattle ده معناه ان كان في بريفيا سيماتوجينس انفكشن قبل كده وكانت بانسافشنت فيو باصل لاي ما اسببتش ال dis ما اسببتش ليه ال dis واذا ما احنا شايفين كده ده شكل اليجو موجودة في ال spleen ولما فتحنا فيها بتبقى بيزا الشكل عبارة عن disseminated voluminous geranilomatous مع severe caseus ايه severe caseus necrosis ده بالنسبة ليه ال spleen ال kidney ال kidney ال tbf ال kidney means معناها على طول hematogenous spleen ممكن تبقى على surface ممكن ال nidule تبقى موجودة على surface بتاع الايه outer surface بتاع ال ride kidney مثلا او في ال kidney barenchema في ال barenchema نفسها تكون موجودة او موجودة على فين في صورة tyuberkloma فين في ال kidney barenchema في ال kidney barenchema تمام او موجودة في اللينفنود كل دي اشكال من اشكال وجودها في الايه في الكدني لكن معنى التي بي موجود في الكدني معناها hematogenous spleen طيب بلاقي في small isolated بتبقى irregular distributed through the kidney substance او عال surface او في الايه او في اللينفنود وبتبقى gresh ايه gresh white لما بنفتح في الليجون بلاقي الليجون ماي بي زيتري جنيجي ري كازياتد لو الليج يفول في رينا الباب אלي لو اليجون قول في ال رينا الباب الله بلاقي بلاقي ممكن اكستندي يقوم منünde روح ليورين البلادر ممكن ان البصل اللي ايكسي فيه في estructuran سبيل يورين ممكن توصل ال ложو ال Ivy lemonade او ناتج histoire لكن اس管ة开 أخرى فبلاقي الفورمز مختلفة للليجون موجودة ممكن تبقى في صورة أصلاتف ممكن تبقى في صورة نديولز كازيشن كالسيفيكيشن كل ده ممكن يحدث نديولز ماشي تيبركس ليجونز يلو شوية في ريتيكلي رومان رومان ألاقي مثلا في الاسمو الأنتيس تنشون ملتبل تيبركل سكاترد على على السيروس الروزال سيرفس مع الليمفينود انفولفد الليمزين تلك المفنون تمام فالإنفكشن يوجوالي اكير سكن دري في رزبيرات دايما ولكن البرايمني ممكن تحدث ولكنها رير ولكنها ايه رير البوء النفس ممكن يتصاب البون وجوينز وهي الحالة دي لما بيتصاب البون بيسموها طيبيركلاس كيرز مست كومن في الريبس والفيرتبري ده مست كومن فين في الريبس والإيه في الريبس والفيرتبري بنجي بنجي بنلاقي local destruction في البون مع formation of yellow granulation tissue together with thinning of the cortex of the bone وتلاقي فيه spongy tissue البون نفسه بقى spongy spongy tissue ايضا الـ CNS ممكن يتصاب الـ CNS infection indicates طبعا hematogenous sprit فبلاقي البرين نفسه ممكن ألاقي فيه كازيس فكاي في السريبرم ممكن ألاقي في السريبرلم ممكن ألاقي في الميت برين ممكن يحدث rupture لهذه الفكاي وهذه الكازيس فكاي للليجن تؤدي إلى diffuse tuberculous meningitis diffuse tuberculous meningitis ألاقي الـ TB ممكن يبقى موجود في الـ spinal والمينجيس بتاعته ممكن يحدث نتيجة الـ contiguity مع الـ TB فكاي في الفرتبري فممكن ألاقي الفورمز بتاعت ممكن ألاقي مثلا في البرين ألاقي فيه thickening في المينجيس بتاعت الـ basal area أو الـ basal area of the brain ممكن ألاقي thickening في المينجيس بتاعت cervical spinal cord spinal A cord الـ B ممكن ألاقي cerebral herniation cerebral herniation فين؟ cerebral herniation and protrusion and protruding protruding ايه؟ protruding mass في cerebellum base في cerebellum ايه؟ base زي دي كده ممكن ألاقي ألاقي فيه مجعمل cut section ألاقي فيه projections في left lateral ventriculus wall زي ما احنا شايفين كده فيه عندي ايه؟ اهي projections موجودة فإذا نتسين نسا ممكن ايه؟ ممكن يصاب كمان المسلز ممكن يصاب ولكنها very rare في المسلز come in contact طبعا المسلز اللي هي come in contact مع موجودة في البون مثلا موجودة في الجوينتز موجودة في السيرس من برينز في بتاعة المسل ممكن المسلز تصاب بهذه ايه؟ بهذه الحالة وبتبقى ممكن تاخد الشكل ده في المسلز الاسكين ايضا بيصاب طبعا بلاقي hard painless نديولز بتختلف في الصيز بتاعها اه يعني ممكن حتى توصل الهنزئج توصل الايه؟ للهنزئج زي ما احنا شايفين كده حجمها ممكن يكون ايه؟ يكون كبير ممكن تبقى موجودة في منطقة 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 وممكن بعضها يبقى مغطى بالايه؟ مغطى بالكراستس ممكن بعضها يبقى مغطى بالايه؟ بالكراستس زي احنا شايفين كده في المناطق اللي احنا شاولنا عن ايه هاتي الوقت بتبقى single او multiple ودايما ماشية مع اللاين بتاع الليمفاتيك فيزلز ماشية مع اللاين بتاع الليمفاتيك ايه؟ الليمفاتيك فيزلز بلاقي الليجون usual occur على الليمس دايما بتحدث في منطقة على الارجل على الليمس بنسبة لسكن لما باجأ اعمل في السيكشن اقطع في الليجون دي بلاقيها كيزيو كالسيريا سينتر بلاقي thick yellow gelatinous exudate بلاقي dried material ممكن تبقى في صورة ايه؟ powder demes او fleek like pelicles دي اشكال من اشكال الليجون تبقى موجودة في الليجون الموجودة في الاسكن التستيكل زي ممكن التصاب بيبقى في chronic tuberculosis orchidus ممكن تبقى may be unrecognized unrecognized because it is ايه؟ ليه unrecognized في التستيكل لانها بتبقى دايما ايه؟ purely productive يعني عبارة عن cells فقط ما فيش فيها unrecognized unrecognized بتبقى شكلها ايه؟ radiating fatty glistening appearance or infection original lymph node بتبقى negative او not affected في التستيكل الليجون ممكن تبقى ال lymph nodes ممكن تبقى negative او not affected اليوترس ايضا بيتصاب ممكن اليوترس يجيل اصاب منين همتوجنا سبري ممكن tuberculosis بريتونايتس من البريتينية ممكن genital infection من خلال infected bull يكون البول نفسه infected وعنده مثلا penis infected ebededems infected testis نفسه تكون infected طبعا ينقلها الى 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 الفيميل عن طريق ال genital infection الانفكشن الليجن طبعا تبقى yellow نديوز طبعا yellow pin head spots على الميوكس على الميوكس من بري pin head spots على الميوكس من بري which become thickened and and rigid thickened and and rigid في advanced stage هذه الاسبوت او نديوز involve whole of the uterus زي ما احنا شايفين كده whole of the واخد ورن كامل ورن كامل whole of the uterus وتلاقي فيه bus around cotylidion neck حوالين cotylidion neck اللي هي الزراير اللي بتربط بين البلاسينتا مع uterus الزراير دي و cotylidion دي بيبقى فيه حوالين neck بتاعتها بيبقى فيه موجود بعض البس بعض البس اهو زي ما احنا شايفين كده geryn limontas legions موجودة في الاندومتريام في الرايد ايه في الرايد horn ده اليوترس الادر الادر بقى ده برضو من الحاجات المشهورة جدا وإحنا عارفين ان مصدر اساسي لاصابة الانسان هو اللبن الملك وبالتالي الادر ده شيء مهم جدا في الاصابة بالتيبي فعندي الادر ممكن يجي الوقت بيركلاس مستايت اسمين ممكن يجي من هماتوجين اسبري ممكن من المفاتيكس من الابدوميال ليجن ممكن يجي من التيتس نفسها نتيجة الادر يدخل من التيتس يدخل من التيتس طيب ممكن يبقى في اشكال مختلفة في الاري ستاج بلاقي orange نديول لو بركزنا في الصورة هتلاقي نديولز صغيرة جدا ماشي orange نديولز كومبيرد للنورمال ييلو كالر افزا ادر تشوف يعني نديولز هنا تبقى اورنج لما نقارنها بالنورمال ييلو كالر افزا ادر ايه افزا ادر تشوف بلاقي مالتيبل على الادر نفسه ده في ممكن حصل ممكن يبقى ملياري في ملياري تي بي موجود في الحيوان وينتقل الى الادر عن طريق الهيماتوجين سبريد فيبقى يديني الفورم اللي هو الهي بيبقى ملياري وكلام اللي احنا عارفينه ده كله بيبقى وفيها وكالسيفيكيشن وهنا بلاقي الليمفينود ايه positive الليمفينود ايه بزي الليمفينود بتبقى ايه بتبقى بتبقى ايه بطل لانه مدام ممتوجين يبقى الليمفينود لازم تكون ايه included اثناء اللاكتيشن بيبقى to be recognized لو فيه لكتيشن ليه لقى طبعا في حركة مستمرة للبن زي الهوى هناك حركة مستمرة فالليجون ما بتبقى واضحة وفي نفس الوقت الليجون بتبقى واخدها نفس لون لانها يلوش اصلا او دخل على القران فتاخد نفس لون الهوى الييلو white color او او تربت قدر تشوه واخد نفس لون الهوى تربت قدر ايه قدر تشوه ده الفورم التاني الفورم التالت اللي هو يبقى حصل ان كان فيه موجودة مثلا في الادر وينتقل الليجون عن طريق البيت نفسها الى باقي اجزاء الادر وده بيسموه بتبقى الليجون orange brown glistening fine hard نيجول واللينف نود في الحالة دي ايه نيجاتي زي هناك بتاع اللي هو في اللنج نفس الكلام هنا نفس الكلام اللين في نود بتبقى بتبقى نيجاتي في الادفانس من بتلاقي بتلاقي ندول project from الانتر lobular tissue وتعمل كازيشن والكازيشن بيبقى رد كورس جرانيول تشو وده صورة بس هي ما لاش علاقة بالقدر ولكن هي صورة عشان نبين بس الانتقال من الندول stage الى الكازيشن شوف هنا ندول زواضحة تنتقل الى في فعملت ل الصورة بتاعت الكازيشن ده بس عشان نوريك طبعا دي من لينفنود وليس من القدر الفورم اللي بعد كده رقم اربعة اللي هو الكازيس ماستايتس الكازيس ماستايتس اللي هو زي موضوع هناك البريك داون فوق ده بيبقى هيماتوجنس هيماتوجنس بلاقي ماب لايك دراي كازيس ماستايتس ماستايتس وبلاقي في الوسط بلاقي black spots في الكازييت Ich بلاقي 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 black spots في الكازييت واللي الفنود بتبقى positive النفنود بتبقى positive ادي الانفنود ده positive ولا الماب لايك وقد الكازيشن واضح في صورة ماب لايك الميوكس من بريم بتاع الميوك سيريشن يعني وcovered with a conspiracy اما الفورم الخامس اللي هو ايه اللي هو موجود في المجاري نفسها يعني في في الملك داكت نفسها ان التبي بقى موجود في الملك داكت نفسها دا بيسموه Diffuse Tuberculus Galactophyritus التي بي بي موجود في الملك داكتس Confined للملك داكتس في كل أنواع أنواع التي بيركتس ناستايتس دي موجوده في الاي موجوده في الداكتس نفسه زي ما كان هناك موجود في الحالة اللانج موجود في التراكية وبيعمل التراكيتس أمام الأسرة الفورم نفس الكلام هنا وممكن بمايل شوية إلى الأسرة الفورم برضو في الملك داكتس ده بالنسبة للأدر التي بي في البيج ودي آخر جزئي هنتكلمها في المحاضرة دايما بيبقى وياخد Primary Infection Primary Infection يعني يعني يجي يقعد في حتة معينة ويصيب اللينفونود لجنبها وخلاص خلاصنا على كده وممكن يحدث أيضا في الجي اي تي يعني دايما مايل شوية ويحدث برضو في الجي اي تي Primary Infection وفي الجي اي تي ودايما يأخذ التونسيلر فيه يعني يصيب التونسيلز التونسيلز بتاعته ومنها ينتقل إلى ايه الى الساب مكزيرري لمف نود ومنها ينتقل الى الساب مكزيرري لمف نود ده الفورم الشائع ان يبقى برايمر اي مكشن بتسيب ال جي اي تي التونسلز و الساب مكزير لي لمف ايه الساب مكزير لي مكزير لكن ممكن يحدث اخذ اشكال اخرى ري ام فكشن رير في البيج ليه ري ام فكشن رير في البيج لان البيج نفسه فترة حياته قصيرة فمش هيئل هيعمل reinfection أصلا ماشي relatively short life of AFB بالنسبة للprimary focus may be طبعا لما يحصل primary infection أو primary focus ممكن أن هي retrogressive and healed يحصل لها healing وretrogression أو أن هي يحصل لها ممكن يحدث وده أوليل أنه ممكن يحصل break down وتؤدي إلى lympho hematogenous generalization lympho hematogenous generalization وممكن أحيانا يعمل برضو type form ويحدث في هذا الشكل ده الصورة دي صورة فعلية من big كان مصاب لكن الصورة دي والصورتين اللي جايين في الشريحة اللي جاية دول challenge يعني زي experimental في big في big وطبعا بيمثل هنا صورتين للميكوباكتري الإصابة بالميكوباكتريام بوفيس والميكوباكتريام توبركلوس فين فيه واللي دايما لو أنت ملاحظ أنه إيه إحنا قلنا في big في البوفاين ما لها الجرانيلومة صفة مميزة هو المارك لا هنا مفيش إيه the void of granumeters legions لأنه نقبلنا منها إن إيه مفيش جرانيلومة مفيش جرانيلومة فيه إصابة لكن مفيش جرانيلومة يعني فيه شوية قديمة وبتاعه حاجة زي كان اقدمتس انفليميشن بس يعني ماشي لكن جرانيلومة مفيش تمام نكمل ونشوف فيه إيه فالليجون طبعا في البيج طبعا الصورتين دول استقل لكم أن هما إيه experimental أو challenge زي الصورة اللي فاتت الليجون بتختلف على حسب نوع البصلية اللي بيصيب البيج البيج طبعا بيتصاب بالبوفيس بيتصاب بالميكوباكتريام توبركلوس وبتصاب بالإفين طيب البوفيين طيب هو الشائع هو الأكثر شراسة والأكثر فيرولنس فبيبقى highly pathogenic البوفيين طيب هو highly pathogenic بيبقى exilative tissue reaction بيحدث exilative tissue reaction يعني ما فيش ما فيش جرانيلومة ولكن في exilative tissue reaction typical tubercle formation typical tubercle formation إذا حدث تحدث في البوفيين فورم هنا causation وclassification بيحدث spirit للadjacent للadjacent والblood والblood يبقى الوحيد اللي هو يدي فورم شوية typical للفورم بتاع البوفيين هو البوفيين فورم بالنسبة للإيه بالنسبة للبيج بالنسبة للإيه بالنسبة للبيج هو اللي بيبقى فيه العدد فيه أكتر ممكن التوبركل تزهر ممكن يحدث ممكن يحدث causation classification كلام ده كله ممكن يحدث في البوفيين في البوفيين فورم وهو أشهر طبعا من المايكوباكتيريا المايكوباكتيريا بيبقى أقل في العدد أقل في الحجم وليس في في الـ وليس في الـ ماشي وليس في يعني الليجون طبعا هي بتاع المايكوباكتيريا بيبقى مور abundant تمام ده اللي بناخده من المقارنة بين النوعين دول في المايكوباكتيريا مفيش نيكولوتايزيشن مفيش كازيشن مفيش كالسيكيشن مفيش كلام ده لكن في البوفيين طايب بيبقى الكلام ده ظاهر بشكل ايه بشكل اوضح بشكل اوضح ولذلك تلاقي اللي فوق ده بيمثل عندنا البوفيين طايب هنا الهيومن طايب مفيش هنا شايف كازيشن كازيشن هنا نفس الكلام نلاقي هنا المايكوباكتيريا بوفيس عندي موجودة في ايه وموجودة في سي ايه وسي اهو هنا اقل منه في الليجون بالنسبة للهيومن طايب الهيومن طايب بقى وده بلاقي بقى نو تيبيكال تيوبركي الفورميشن ما فيش تيبيكال تيبيكال بيبقى تيومر لايك أبيرانس أو تيومر عمز تيومر لايك أبيرانس ألاقي نكروزيس في السنتر معالية التندنس توقع ندرجو كازيشن وكالسفكيشن يا ضوبك بس في شوية ايه شوية نكروزيس كده لكن الكازيش هوكالسفكيشن ايه ولي الكازيش هوكالسفكيشن اي ويجول في السيرفيكل والميزينتريك لينفنون. دايما بيصيب السيرفيكل والميزينتريك لينفنون. دي اشكال مختلفة شوية عن البوفاين في البيج. ولعل البيج هنخلصه كله دلوقتي في الشريحة اللي جاية دي من ناحية لان المحاضرة القادمة ان شاء الله هتبقى لالبوفاين تيوبر كلوزز بقى كله بالتفصيل. لكن هنا التي بي زي ما احنا شفنا اقل حدة شوية البوفاين طيب هو الاكسر شيوعا وبعده الايفين طيب وبعده المايكو بكتيريام تيوبر كلوز اللي هو الهومن طيب. الجرجم انت في التي بي في اللنج في البيج. لو الكاركس وز ليجونز ان وان اورجن سيستم يعني ايه وان اورجن سيستم اللي هو مين اللي بتبقى السيرفيكل لينفنون. لو في السيرفيكل لينفنون بتبقى باست افتر الموفر افز افكتد من. منها دمتجوز المصاب والباقي بيعدي. لو في السيرفيكل طيب. لو الكاركس وز ليجونز ان تو اورجن سيستم يعني في السيرفيكل والمزنتريك في السيرفيكل والمزنتريك باست ولكن كنديشنل يعني يعني بسويها عن سبعة وسبعين درجة مقوية سبعة وسبعين درجة دي جري لمدة هافان آور بفور انترينج الفوتيتشيب يبهينا كنديشنل ايه بس او ان الكاركس لو كانت موجودة باينفولف اورجن زي في الحالة دي على طول لان الليفر معناه ان فيه ودي صورة بتأكد الكلام ده ان الليجون موجودة يعني ده لكن الليجون دي جاية من حيوان اي نعم الليجون من السبلين ولكن كان الليفر مصاب وكان الجاسترو هيباتيك والمزينتركلينفنوز مصابة وده يدل على طيب لو موجود الليجون في البيج موجودة في البريسكابولر أو اللي هي بسموها لو موجودة في الليمفنود دي بعمل كوندميليشن للهيد والفوركوارتر لغاية ايه والفوركوارتر عند عند الفورس انتركوسترسبيس باجي عند الفورس انتركوسترسبيس واقطع واعدم كل اللي قدام ده مع الهيد طيب بالنسبة للصب إلياك ليمفنود أو السوبرفيشن في الميل أو الممر ليمفنود في الفيميل لو اي واحدة فيه مصابة اللوكاليزد أفكشن بعمل كوندميليشن للهيند كوارتر بين اللامبر فيرتبري والساكرم اللامبر فيرتبري والإيه والساكرم وبكده ان شاء الله يبخلصنا المحاضرة دي اللي هي والمحاضرة الجاية ان شاء الله اللي هي تبقى بارتسري التيوبر كلوزز هيبقى الجادجمينت في البوفاين تي بي أشكركم جزيلا على حسن الاستماع وعزرا على الإطالة وعزرا برضو على التأخير في ان المحاضرة دتيكت الانشغال جات متأخرة شوية ولكن ان شاء الله مستمري مع بعض شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة